النهاردة تمرين الاهلي الجاد استعداداً لمباراة بلاتينيا من الزمبابو اللي حتكون يوم السابت إن شاء الله المران صباحي درجة الحرارة كانت بردة شوية فوج اللاعبون والجهاز الفني بحضور الكابتن محمود الخطيب للمران بعد عودته مساء أمس من رحلة علاجه في فرنسا رحلة العلاج الطبيعي التقى بالكابتن سيد عبد حفيز أبشمنس والتقى بالريني فيلر واللعبة للشد من أزروم لكن الحالة الصحية للكابتن الخطيب الحمد لله مطمئنة يمكن فترة العلاج الطبيعي أسبوعين في باريس هيعقبها هنا فترة علاج طبيعي وعلاج مائي لغاية يوم 25 يناير 25 يناير قد يعاود السفر إلى باريس ويحتمل إن شاء الله لو في نتيجة كويسة لجلسات العلاج المائي والطبيعي كان بها إن شاء الله ما فيش قد يحتاج الأمر لمنظار خفيف علشان يتخلص من بعض الألام قص من غير تقارير طبية أنا أقارن الآن بين الحركة قبل السفر وبعد العودة لا فيه تحسن بس برضو ما زال فيه زكة خفيفة موجودة وهذا شأن العلاج الطبيعي بياخد وقت إنما طالما إنه فيه تحسن يبقى الأمل موجود إنه قد يكتفي بإذن الله بالعلاج الطبيعي وفي الآخر إحنا قلنا إيه؟ هي ألام يتحملها صاحبها لأن ألام العمود الفقري هي مؤلمة للشخص ولكن لا تعوق أداؤه وعمله لعمله إنما بتكبده بتكبده ألام وهو الراجل واضح إنه عايز أتحملها في سبيل مسؤوليته الضخمة جدا 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 الحمد لله على السلامة يا كابتن خطيب وبإذن الله تعالى كل الشفاء التام وكل التوفيق لكل مجلس إدارة النادي الآلي ولكل مسؤول النادي المران اللي انتوا شفتوه حضراتكم مران جاد للمباراة زي ما قلتلكم مباراة السابت إن شاء الله بس كمان كابتن سادعب حفيز كان استقبل طرق تايب طرق تايب نجمل كرة الليبية المهاري الشهير ونجمل هلال السعود السابق عايز يعمل مباراة اعتزاله واستقر على دعوة النادي الآلي للمشاركة في مهرجانه كابتن سادعب حفيز رحب به وأبدأ استعداده بعد العرض على مسؤول النادي للمشاركة في هذه المباراة كابتن خطيب لما عرض عليه كابتن سيد أكد إن النادي الآلي حريص على تواصل مهمته وفرقته مع كل نجوم العرب ومع كل الفرق العربية الشقيقة وجاري تحديد معاد مهرجان تكريم طرق تايب في مباراة بين الأهل والهلال شوف طرق تايب واحد من أعظم المواهب الكروية العربية والإفريقية وفي التاريخ الكرة الليبية كاد يكون هو الأبرز صحيح طرق تايب شخصية موهوبة جدا والشخصية الموهوبة جدا بيبقى لها نكهة وشخصية لها ملامح وأسلوب في التعامل أي كاد أن يقترب أو اقترب كثيرا وزار النادي الأهلي وكان كان يمضي آه طبعا قبل الهلال السعودي لا قبل ما حد يعرف عنه حاجة لأنه كان في تونس آه والأستاذ عثمان جنيح ده كان صديق رئيس نجم الساحلي آه كان صديق كابتن حسن حمدي وقال له عليه قال له وفضله كم شهر عندنا هو شكله مش حيجدد وده لعيب هايل جدا بس عايز معاملة طبعا خاصة جيه وبعدين لسبب أو لآخر ما تمش الموضوع ويمكن وقتها الأهلي كان مدجج باللعيب بالمواهب طارق التايب ممكن هو بيتكلم وبيلعب وبتاع يفكر ويروح فين ويجي منين لأن العملية احترافية ولكن عندما يريد أن يكرم يأتي إلى النادي الأهلي الذي يرحب به وبكل موهبة على مستوى الكابتن طارق التايب ريني فيلر المدير الفني عمل محاضرة مهمة جدا للعيبة عن مباراة بلاتينيا أو المباراتين لأنهم مرتبطين ببعض الزهاب وإياب إن شاء الله اتكلم معهم عن طبيعة المرحلة عن طبيعة المشوار الأفريقي عن التحدي الصعب اللي الأهلي محطوط فيه محتاج يكسب الست نقاط من المباراتين محتاج يركز قوي في مباراة السبت واضح جدا كان فيه تعليمات فنية مهمة للعيبة واطمأن على جهزية الجميع ذهنيا كمان قبل الحالة البدنية والفنية ده جانب من المران الخاص بحراس المرمى الأربعة كابتن شريف إكرامي ومحمد الشناوي علي لطفي ومصطفى شبير مع مدربهم السويس ريانكم ميشيل اللي بيقود هذه التدريبات بقوة ويديكوا شايفين مستوى الشناوي وصل لفين وشريف إكرامي استعاد جزء كبير من مستواه العالي بعد الشفاء وعلي لطفي أيضا في درجة جهزية عالية ومصطفى شبير الحارس الرابع الموهوب اللي بيكتسب خبرات باستمرار في وجوده مع الفريق الأول رمي ربيعة شارك في المران الصباح النهاردة والجهاز الطبي تأكد من سلامته بعد ما خلص البرنامج التأهيلي اللي أجراه بعد خفيفة في العضلة الخلفية غاب عنها زي ما أنتم شايفين أو فاكرين عن مباراة الاتحاد الأخيرة محمود متولي رجع وشارك في التدريبات لكن كان فيه فحص كمان لمحمد محمود في الجونة والجونة بسبب أنه الطبيب الألماني اللي أجرى الجراحة لمحمد محمود اسمه فيلر كان موجود في أجازة في الجونة كانت فرصة أنه محمد محمود يعرض عليه في منتجع الجونة عشان الطبيب الألماني يطمئن على استجابة محمد محمود لبرنامج التأهيلي بعد جراحة الرباط الصليب اللي كانت أجريت ليه في ألمانيا إن شاء الله يرجع منها بكل قوة محمد محمود موهبة عالية جدا بإذن الله لعب لسه صغير تكون عنده فرص أنه يقدم حاجة كويسة حمد فاتحي خلص إجراءات صفره لألمانيا الأهل حريص على أنه اللعبة المميزة عنده باستمرار ما بيأثرش في حتة مش بس الجراحة لا حتى التأهيل حيسافر إن شاء الله لألمانيا والدكتور خالد محمود قال أنه حمد فاتحي وفقا للبرنامج المحدد ليه بعد جراحة غضروف الرجبة حيسافر عشان يعمل المرحلة التالية من البرنامج التأهيلي بينما رمضان صبحي اللعب الكبير الموهوب بينفس برنامج تأهيلي عايز 12 يوم للشفاء ويدخل بعد كده في مرحلة تأهيل متقدمة بعثة بلاتين يوم وصلت النهاردة المهندس سامير عدل المدير الإداري للنادي كان في استقبال بعثة بطل زمبابو في المطار تم تزليل كافة الأمور الخاصة بيهم تم وضع كل الترتيبات لبعثة الضيوف فيما يخص الإقامة والتنقلات والتدريب